وإلى ذلك أشرت لجنة النفط والغاز وثروات طبيعية في مجلس النواب وجود ثمانية نقاط خلافية تؤخر استناف تصدير النفط عبر منفذ جهانة تركية وقال عدو اللجنة علي المشكور أن النقاط الخلافية الثماني جميعها مع الأقليم وعدم حلها سيبقي الموضوع معلقا مدة أطول مبينا أن المفاوضات تمكنت من حل نقطتين هما أن يكون النفط المصدر والجهة المخولة بتسلم الأموال هي شركة سومو فضلا عن ذلك أن يكون للحكومة المركزية دور بالنفط المصدر من الأقليم وأشار إلى أن الأنبوب على أتمل جاهزية لتصدير إلا أن الاختيار في نوعية العقود المبرمة التي تمنح للشركات النفطية العاملة في الأقليم معادلات إنتاج أكبر من مثلاتها في وسط وجنوب العراق ما ساهم بتمديد التوقف عبر جهانة